هبوط عضلة القلب يا دكتور سامح وده الترمينولوجي أو هذه العبارة معظم الناس بتسمعها أو سمعتها أو بتقراها يقولوا حصل هبوط في عضلة القلب هل الهبوط في عضلة القلب خلاص أمر حكمي أن يكون مرتبط بالوفاة لقدر الله ولا هبوط عضلة القلب أيضا درجات ويمكن العلاج منه أو الشفاء منه أو الحماية من أثاره السيئة جدا جدا يعني هو هبوط عضلة القلب أو ضعف عضلة القلب هي النتيجة لجميع أمراض القلب اللي احنا قلناها في الحلقتين اللي فاتوا سواء كان أمراض الشريان التاجي لو تثبت بدون علاج أمراض الشريان التاجي لو تثبت بدون علاج ممكن تؤدي إلى ضعف وهبوط في عضلة القلب أمراض الصمامات ممكن برضو لو تثبت بدون علاج ممكن القلب يتعب مع الوقت وممكن يحصل فيه تضخم ثم هبوط في عضلة القلب عدم انتظام ضربات القلب العيوب الخلقية للقلب كل دي ممكن في الآخر تؤدي إلى هبوط في عضلة القلب هبوط عضلة القلب ده محصلة لجميع أمراض القلب إذا لم يحسن الطبيب علاجها هبوط عضلة القلب ده ممكن يبقى فيه إحنا عندنا وظفتين في عضلة القلب القلب بيستجمع الأول الدم من جميع أنحاء الجسم ثم يضخه إلى أعضاء الجسم ممكن يحصل فيه وده الأشهر والأكثر شوان فيه ضعف فيه الانقباض يبقى القلب ضعيف الانقباض اللي هو ضخ الدم تجميع الدم اللي تحدث أثناء الانبساط الانبساط ممكن الانقباض ممكن يبقى طبيعي ده نوع تاني من هبوط عضلة القلب بس العيان يبتدي يشتكي برضو أنه بينهج وأن الرجلي بتورى ما هو الآخر نتيجة الانبساط عنده أو الارتخاء في عضلة القلب عشان يملى بطيء فبرضو ممكن يحصل فيه أعراض هبوط عضلة القلب فده نوع جديد ما كناش بنتكلم عنه برضو من 10-15 سنة نوع مستحدث من هبوط عضلة القلب التشخيص أصبح برضو متيسر وسهل جدا بالوسائل التقليدية سواء كان رسم القلب سواء كان الأشعة المقطعية سواء كان الموجات الصوتية كل ده بيؤدي إلى تشخيص دقيق لضعف عضلة القلب وهبوط عضلة القلب العلاج بقى الحقيقة يعني فيه من خمس سنين حصل ثورة في هبوط عضلة القلب حقيقة سألت سؤال مهم جدا هل هبوط عضلة القلب ده يعني مرض نهاية الرحلة وقدي إلى الوفاة حتمي ولا لا الحقيقة أن مرض هبوط عضلة القلب أصبح قابل للعلاج ممكن عضلة القلب تتحسن نتيجة الأدوية الجديدة اللي بقيت موجودة زي ما قلت لحضرتك ما كانتش موجودة من خمس سنين دلوقتي بقيت موجود ومش ده واحد كان الأول يدوبك هي مضرات البول وديجوكسن وأدوية كانت بسيطة جدا وكانت فوائدها كانت محدود دلوقتي لأ بقت فيه أدوية بتعيد عضلة القلب تاني لحالتها الطبيعية كل ما بضرنا في استخدامها كل ما ده كان أحسن وعضلة القلب ممكن تستعيد تاني عفيتها وممكن المريد يرجع يمارس حياته الطبيعية خالص وزي ما حاك برضو قلت درجات الإصابة بهبوط عضلة القلب متعددة ممكن يعني مريد بيشتيك يدوبك بحاجات بسيطة لكن بيمارس حياته وضعف عضلة القلب بدأ ما تبقى الكفاءة مثلا ستين في المية هي أربعين خمسة أربعين في المية ممكن طبعا تبقى درجة أكثر شدة وأكثر صوبة فمش كل هبوط عضلة القلب يخوف ويؤدي إلى الوفاء لا قدر الله ممكن المريد يمشي على العلاج وممكن حالته تتحسن بسهولة جدا وكفاءة عضلة القلب هنا من وسائل التشخيص الخاصة بيها هي الإيكو برضو أو الموجات الصوتية الموجات الصوتية من ضمن الوسائل الدقيقة جدا والسهلة والميسرة واللي موجودة في أماكن كتير جدا اللي احنا ممكن نعرف بيها كفاءة عضلة القلب أخبارها إيه وممكن نشخص بيها برضو المشكلة في الارتخاء أو في الانبساط برضو اللي هو النوع التاني من هبوط عضلة القلب أو لو فيه بقى مشكلة تسببت سواء كان الشريين أو الصمامات أو إلى آخر نعرف ليه عضلة القلب ضعيفة صحيح ده برضو عن طريق الموجات الصوتية دكتور سامح عايزة أسأل حضرتك سؤال يعني ممكن يكون فيه ثقل كده على التخصص القلب يعني هل ممكن اعتبار تخصص أمراض القلب هي المحطة الرئيسية اللي لازم يتوجه إليها المرضى قبل تخصصات أخرى يعني بمعنى مثلا حضرتك ذكرت في سياق الحديث عن الأمراض المتعددة النهجان، تورم الساقين، عدم القدرة على بزل المجهود بشكل كامل أو بشكل معتاد الدوار، الدوخة هذه الأعراض قد تتدخل مع تخصصات طبية أخرى يعني زي تخصص مثلا جراحة المخو الأعصاب زي تخصص جراحة الأوعية الدموية تخصص الصدر، الأمراض الصدرية فهل يمكن اعتبار أنه المريض لما يشعر بعرض من دول يعني ليس له علاقة معتادة بأمراض القلب هل برضو من الأفضل أن يتوجه إلى طبيب القلب وطبيب القلب هو اللي يفصل في الأمر ولا ده إحنا كده بنتقل على حضرتك يعني طبعا في الأنظمة الطبية ده بيشكل عبء على أمراض القلب وبالتالي السيستم في معظم الدول بره أنه بيخلي فيه طبيب الأسر هو اللي بيعمل السكرينينج أو المسح ده بالضبط هو اللي بيوجه بقى المريض إذا كان النهاجان ده أكتر نتيجة أنه هو مدخن وفيه سعال بطريقة معينة وحساسية على صدره يبدأ يروح للأمراض الصدرية غالبا حيروح للأمراض الصدرية بس الدكتور الأمراض الصدرية من حقه بعد كده أنه يقول والله لا أنا شايف أن ده يتجه لأمراض القلب لكن على أقل التوزيع الأولانية ده بتبع عن طريق الجنر براكتشنر الممارس العام أو طبيب الأسرة هو اللي بيودي إحنا عندنا في مصر يمكن السيستم ده مش واضح قوي فبالتالي ممكن المريض بالصدفة اللي عنده نهاجان ممكن يروح يعمل دكتور القلب أو دكتور بطيني أو دكتور الصدرية وبعين في الآخر الدكترة لما بيشوف المريض بيعرفوا حالته تتجه أكتر للتخصص المناسب وقص على ذلك بقى الأعراض الأخرى زي ما تفضلت قلت الإغماقة والإغماقة دي ممكن تكون من القلب بسبب القلب أو ممكن تكون نتيجة مشكلة في المخ صح برضو المريض ممكن يتردد ما بين وده مش حيب صحي إنه هو بياخد رأي ده وبعدين الدكتور ده بعد ما بيستكمل الفحوصات بتاعته بيقولوا لا والله أنا شايف أن أنت من ناحيتي ما عندكش حاجة أيوة فتروح لتخصص تاني تورم الرجلين نفس الحاجة ممكن تبقى مشكلة في الكلا صح ممكن ما تبقاش في القلب فبالتالي برضو ممكن يبقى فيه إن احنا ناخد رأي بعض كزماية مع بعض ممكن ناخد رأي بعض صحيح يعني وبرضو دي دعوة يا جماعة لحضراتكم إنكم يعني إنكم إيه ما تستسقلوش يعني ما تستتقلوش الزهاب إلى الأطباء يعني دي نقطة مهمة لأن فيه برضو في ثقافتنا يا دكتور وأنا بحكي لحضرتك دلوقتي غير إن حضرتك أستاذي هو حضرتك في قلب الحدث يعني إحنا عندنا برضو ثقافة إنه إيه الخوف من الأطباء الأطباء بيهولوا يا عم سيبك ده كلام دكاترة يعني واخد بالعداك وكأن الدكاترة دول ما عندهمش الحرص وما عندهمش العلم الكافي إنه هو يوجه يعني المريض فلازم برضو دي تكون دعوة لتغيير برضو ثقافتنا والأجيال الجديدة أنا في اعتقادي إنها ممكن تكون مسؤولة عن عملية التغيير دي مع الأجيال الأكبر إنه لا ما تخافوش لا نروح للدكتور ولو رحنا للدكتور ممكن ناس تقول يعني بعد ما رحنا للدكتور وعملنا الفحوصات يقول لنا لا ده روحوا تخصص تاني يعني فكروا فيها حتى إنكم هتكونوا كسبتوا لطمئنان لطمئنان إن مثلا المشكلة دي ملاش علاقة بالقلب يعني قد تكون بقى لي علاقة بالتقصص آخر هو طبعا الخدمة الطبية مكلفة وعشان توصل للتشخيص مكلف عشان كده الدولة بتسعى الحقيقة لنظام التأمين الصحي الشام ودي حاجة كويسة وهو ده الحقيقة ده الأمل ودي حاجة كويسة بحيث إن المريض ما يتكلفش لأن فعلا بقيت الفحوصات مكلفة وزيارة الطبيب والوقت والمجهود والقلق والكلام ده كله بالحين التغطية الشاملة الجميع أعتقد إن معظم فئات الشعب المصري دلوقتي سواء العاملين أو حتى اللي بيشتغل فلاح بسيط أو إلى آخر مؤمن عليه أو بيطلع له قرار على نفقة الدولة صحيح نتحدث عن الأمل في علاج أمراض القلب يعني الحياة دا دايما فيها أمل إيه الجديد بقى لإن حضرتك يعني ما شاء الله يعني جايب لنا من الآخر فحضرتك كده قولينا إيه الجديد في علاج أمراض القلب العلاج بيشمل الأدوية تمام والأدوية دي الحقيقة بقت كل يوم بنشوف دواء جديد ممكن يؤدي إلى خدمة جديدة للمرضى بتوعنا بيشمل تكنيك الأسطرة الأسطرة دلوقتي بقت كمان بتتطور يشمل تكنيك الجراحة لكن أنا عايز أتكلم على الأحدث من كده كمان اللي هو علاج هبوط عضلة القلب هبوط عضلة القلب كنا زمان بنعتمت فقط على الأدوية وبعدين بقى فيه حاجة اسمها زرع القلب لقينا أنه فيه مشاكل كتيرة في زرع القلب لأنه مش دايما بتلاقي فيه المريضة المتبرعة لأنه طبعا لازم يكون حصل فيه وفاة ففيه دول كتيرة رغم أن ده متاح عندهم لكن الحقيقة لقينا أنه هو ده مش الحل الأمثل لغاية ما بقى فيه أجهزة بتحل مكان القلب دلوقتي اللي هي أجهزة القلب الصناعي أحدث حاجة أنا عايز بس أطمن بيها الجمهور كلنا يمكن قرناها أو سمعنا عنها هو زرع قلب الحيوانات إنه هو أخده من الخنزير القلب بتاعه ويتم علاجه جينيا بحيث إنه ما يبقاش فيه عملية رفض لهذا القلب ده بقى بيحل مكان القلب اللي هو من المتبرع فده أعتقد إنه ده حيفتح مجال كتير جدا لعلاج التلف عضلة القلب والهبوط عضلة القلب اللي هو ما كانش بيستجيب للعلاج فيه كمان دلوقتي برضو بيتكلموا كتير دلوقتي الأبحاث كتير دلوقتي عن زرع الخلال الجزعية المعروف إن القلب ابتدى الأول كخلية واحدة خلية جزعية وبعين بتتطور بتاخد شكل القلب المتعرف عليها المعتاد إن عضلة القلب بيشتغل كمضخ خواوي لآخر إزاي إنه إحنا نزرع خلية جزعية ودي أستاذنا الدكتور مكدي عقوب بيشتغل عليها في الحتة دي كتير جدا إزاي إنه يزرع الخلية الجزعية إنها تتطور وتحل مكان عضلات القلب اللي تلفت أيوة إحنا لسه بعيد شوية في الحتة دي لكن أنا أعتقد إنه هو ماشي بخطأ حسيسة هي قادمة يعني إن شاء الله لا محالة إنه إنت ممكن بعد كده زرع خلية جزعية ممكن جدا إن عضلة القلب تتحسن وترجع تستعيد نشاطها تاني مع الوقت وتعوض الخلية اللي كانت تلفت قبل كده ده يعني أمل كبير وحاجة عظيمة إنه إحنا ننهي حوارنا مع حضرتك الذي لا نريد أن ننهيه الحقيقة بحديث عن مش بس الأمل ولكن الأمل والتطور الهائل اللي حصل ده واللي بيحصل واللي إحنا إن شاء الله إحنا جزء منه وإن شاء الله يحدث وإذا قابلت